تشيزي صار عادان وتقاليد اسبوعية يا جماعة اليوم يا جماعة ممريت على فرع شبيلية تحديدا وعم قل لكم شغلة لما تطلبون اي برقر من تشيزي نصيحة مني لكم طلبوها دبل 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 الدبل طعمها خيالي معنى العادية لذيذة اول شيء لو يحطو لكم الجبن يا جماعة ويحطون الدبل باتيز فوق بعض طبعا مقول لكم شغلة انا اطلب ثافة دايما كوفل مشروم واليولو والجوسي هي طريقة الاعداد بالكامل يا جماعة واذا تقدرون تطلبوه صوص زيادة البرقر جوسي ومتلغم صوص على الاخر مع الجبن وللامانة واي ترى لذيذين يعني تشيزي اللي ممجربة ترى شي قوي هذا يا جماعة فرع تشيزي بشبيلية ما شاء الله عندهم اكثر من فرع قبل كتهاب بشرق واي بس الحين يا جماعة اشبيلية كان صوبي والفعل ترى يعني عادي مرة بالاسبوع اكل المنيو على الطوفو انا هالثلاث برقرات ادمان خليت السيارة عشان اكل على طول والله العظيم ان الاستمتاع مليون الترفل مشروم اتوقع من اقوى برقرات الترفل مشروم اللي بتمر عليكم ما اريش اقول لكم جوسية يا جماعة يولو قصد الحياة لازم تكون يولو هذي عجيبة هذي البرقر النوستالجيك القديمة ذكرني بايام قبل بس قاوية ويا جماعة اخر برقر هي الجوسي الحلو فيها ان الخبز متسمسم وهذا الخبزي المفضل بس لذيذة العادة تشيزي انتوا بداع قمة باللذة والابداع